هو 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 طيب طب انا اقول لك حاجة الكابتن عصام عبفتاح وانت وانت عملت فيديو في هذا المعنى ايه معنى وانا بقول لك الدوام عشان كده ايه معنى ان الكابتن عصام عبفتاح يطلع بالذات يناقش اداء الحكم الاجنبي في ظل ترشيح خبير اجنبي لقيادة التحكيم الموسم القادم وايضا لان دا بيلقي بظلاله ان الحكم الاسباني والاداء اللي اشاد به الجميع وده وضع لا يرضي الكابتن عصام عبفتاح برغم ان هو اللي جايب الحكم معلاش وكان متوقع ان يحصل تعطر ما هو مش من حكام الصفوة في اسبانيا ايه لكن الراجل عنده شخصية وقدر يعمل حاجة كويسة طيب انا كنت اعتصار ان مداخلة الكابتن عصام عبفتاح تبقى للانتصار الى وجهة نظره اللي هي ايه لما كابتن رامي ربيعة لعب الكورة وهي مش ثابتة واصفرت عن هدف للاهلي وراح الفارد يتدخل بدون مصوغ ولا حق في مخالفة صريحة للقانون طلع الكابتن عصامي يدافع وقول لك اصلي فيه بروتوكول ودي روح الفارد طيب كنت اتصار انت لما تخش بقى انك عشان تنتصل لراك تقول ان من اخطاء الحكم الاسباني انه ما طبقش روح الفارد وما لقاش للهدف الاولاني بتاع زمالك لان الكورة ما كانتش سابتة ولكن انت دخل يعلق على حاجة اجمع على صحتها كل الخبراء كل الخبراء واخد بالك ان ينتصر ان فيه ضرب الجزاء لزمالك كانت صحيحة او لا متحتاسة طب انت انت واحنا بنتكلم وش كده انا هقول لك بقى اجمل تعليق في الجزئية دي قاله كابتن شو بيالي وصف اللي كتبه اللي قاله كابتن عصام عفتاح على ضد الحكم الاسباني قالك يا جماعة ده بقى قانون الاحتماء كتب كده في تويتر بيحتمي في الجمالير لا بيحتمي في رئيس نادي الزمالك ضد الاهلي في جزئية التحكيم فقالك ده قانون الاحتماء مش الاحتواء بقى بتاع محمد عدل ده الاحتماء انك انت الناس بتتكلم على ضرورة ان انت تجيب خبير تحكيمي اجنبي واحنا هنا قلنا يا جماعة مرارة نوت كرارة ان انت بتجيب خبير تحكيمي يدير رجلة الحكام لمصلحته الكورة لانه اتجربوا كل خبراء التحكيم في ادارة اللجنة الاهواء والضغوط والمصالح والعلاقات والمشاكل والمجاملات والتهوشات كلهم خضعوا لنفس الظروف وكلهم ما قدرواش يشتغلوا في هذا الملاح وصلوا لنفس النتيجة وصلوا لنفس النتيجة هنفضل احنا في الديلامة دي شي جيد جدا من اتحاد الكورة انه ياخد هذا الالتجاه واحنا مش بدعا ناس عملتها سعودية عملتها لامارات عملتها قطر عملتها وبعدين انت بتستعين بخبير اجنبي في كل مجال ده انت عايز تجيب مدير فني للاتحاد وكان عندك في انجادة يعني يخطط فنيا للاتحاد واجهزته بتجيب مدير فني للمنتخب الاول وعايز تجيب مدير فني للمنتخب الاولمبي طيب ايه المشكلة في ان التحكيم ما يتعرضش هو الاخر لثقافة التطوير الاجنبية ولما يجي خبير اجنبي من برة ودي جدواه انه الراجل اللي حيخاف من جمهور ولا حيتلقى تليفون ولا حيمنع الحكم ده ويروح للحسة الحملية هل سيصموا حاجة ألعن بقى من اللي بيحصل ده اه انه هيحصل حرب داخلية عليه طيب ليفشاله لكن لكن انا بتكلم على نقطة كان من الممكن ان اأخذ تدخل الكابتن عصام عبفتاح في تقييمه للحكم الاسباني بحسن نية لو هو قال والله انا رأي انها كان ضربت جزاء ها بس كمان ينتصر لرأيه ويقول ال اولان ها وها جماعة على فكرة كان ينبغي لغاء الهدف لان روح البروتوكول بتقول الكورة ما تحركتش كنت حاخده بحسن نية لكن يتجاهل انه ينتصر لرأيه في مقابل ان يهاجم فكرة الحكم الاجنبي ويحتمي بالناس اللي عايزة تسمع الكلام ده هذا كلام لا يا كابتن عصام الحقيقة كلما تنطق تخسر ارضان إن كنت نحمجهم مدوكول اسوا عن ال проход